موسيقى أهلا بكم كثيرة هي الدروس والعبر التي استفدناها من جائحة كورونا سواء على مستوى إدارة الأزمات أو على المستوى الاجتماعي والأسري وكذلك على المستوى العلمي المهم أن يكون تفكيرنا إيجابي وأن نحاول أن نستلخص المفيد من بين الدروس التي تمر علينا في حياتنا ونستغلها أيضا لصالح حياتنا الخاصة والحياة العامة موسيقى وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الستوديو الأستاذ عبير المعتوب استشارية موارد بشرية للحديث عن التوازن النفسي الإيجابي في ظل جائحة كورونا موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدينا وباسمكم مرحب بضيفتي الكريمة أهلا بكم من أستاذ عبير المعتوب استشارية موارد بشرية موسيقى 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 اليوم العالم كله في ظل جائحة كورونا الوضع ما يتطلب منه سلبية هدامة مطلقة ولا أيضا يتطلب نظرة إيجابية ساذجة نعم نحن اليوم محتاجين أكثر من أي وقت النظم مثل ما يقولون إلى التوازن نعم التوازن النفسي التوازن على المستوى الأفراد أو حتى الدول اليوم لقيت أن الانفتاح الكامل غير مطلوب أو أنها تصك بشكل كامل أيضا غير مطلوب خلينا نبعد عن الدول وسياساتها وإدارتها للأزمة خلينا نتكلم عن جانب الأفراد نعم شلون تكون متوازن كشخص في ظل هذه الجائحة الموجودة في العالم نعم طبعا أنا أشكر بدايتك أنك تديت بموضوع أننا فرقنا بين السلبية التي ممكن تعيق حركة الإنسان وبين الإيجابية التي ممكن تعتبر ساذجة لأنه فعلا موضوع الإيجابية شوية فيه تهمة عليه لما أحد يقول خليك إيجابي وأنا منهم صراحة مباشرة إيه في بال الإنسان التفاؤل الساذج الذي يخليك لا تشوف الموضوع أو الأمر الذي يجد دامك من كل زوايا الفكرة من الموضوع الإيجابي أن أنت تملك القدرة على تغيير الوضع أو تغيير تغيير شو يعني لك أنت في أي أزمة صيدك ولا في أي ضرر في صيدك أنت ما عندك غير واحد من خيارين ما لهم ثالث يا أنك تكون ضحية هاي الوضع يا أنك تكون أنت القائد لهاي الوضع فلما نقول خليك إيجابي معناته خليك قوي في أنك تملك زمام الأمر إذا كنت سلبي السلبية تضعفك تخليك تشوف ما لا يعمل لك أو تخليك تشوف الجوانب اللي هي مظلمة الجوانب اللي هي حزينة تعيسة اللي تخليك تحس أنه خلاص العالم انتهى فإذا ينمسكنا الإيجابية من هذه الجانب نعم كلنا نحتاج نكون إيجابيين عشان نوصل لأننا نكون متوازنين شنو معنات التوازن النفسي؟ التوازن النفسي أن أنت يكون عندك قاعدة من السلام الداخلي تحميك من تأثير المشتتات الخارجية اللي حوالينك اللي هي كل شيء خارج عن كيانك أنت وخارج عن أفكارك يعني اليوم أنا تلفوني هو مشتت خارجي أنت لما تسلف معي تنقلي خبر ممكن يكون مؤذي وأنا ما في يدي إن أنا غيره أنت تعتبر بالنسبة لي مشتت خارجي أنا لما نروح وطالع التلفزيون وطالع أخبار ما لي يدفي تغييرها أنا عررت نفسي بدون وعي مني لمشتت خارجي في شيء أنا ما لي يدفي بينما لويت ومسكت زوام الأمر وقلت نعم هاي الجائحة جائحة عالمية حطتنا كلنا في وضع إننا لازم نلتفت لنطالع حياتنا ونديرها بشكل آخر شونو أقدر أغير آنة في حياتي شونو أنا أقدر أغير في نظرتي لي شونو أقدر حياتي أنا مبمع سالفة إننا طالع الجزء الممتلئ من الكأس لا طالع الكأس كامل وشوف النقص وشوف الجزء الممتلئ وحاول أن تديره بطريقة مختلفة صورة المتكاملة صورة المتكاملة نعم اليوم إحنا ما نحقق هذه التوازن النفسي إذا كان كل شخص فينا من يصحى إليه أمو يارجد وهو أمو يتكلم عن كورونا نعم يسمع عنها في الأخبار وأغلب الناس يعني اللي مهتم في الأمور العالمية كان وغيرها واللي ما كان مهتم اليوم الكلمة نعم يقرأ ويتابع في السوشيال ميديا يقرأ ويتابع نشارات الأخبار نعم يقعد مع ناس يسوافون أحاديثة مع ربعس وغالفة في الشغل سلوكيات يعني اليوم أنا عشان أطلع من البيت أو أرجع البيت ما عاد بي التقليدية والبساطة اللي كانت بس تكسلف ويطلع على الأريحية عندك اعترازات قبل واعترازات بعض شو نحقق هذه التوازن إذا كان كل اللي حواليك يشعرك بشيء من ضغوط نعم أنت قلت كلمة حين آخر شيء كلمة وايد 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 مهمة كلمة يشعرك أول شيء شعورك من يملكه يعني أنا دائما أكرر أقول let's go back to basics خلنا نرجع لي الأساسيات الأمور في العالم وفي العالم أنا عالمي فأنا كلمة يشعرني يخوفني يخرعني مفتاحك أنت عند من عالمك مفتاح عند من في النهاية أنت تختار بشنو تتأثر بشنو ما تتأثر وهاي الكلام مو كلام خلا نقول كلام مثالي ولا كلام كتب لا لا أنت بس تقعد طالع ويقول أنا من يملك عالمي ومن يملك أنه يعرضني لظروف معينة ولا أخبار معينة أنا ما تعني لي يعني احنا في أي موقع في مرعا علينا مثل ما قلت فيه عندنا جانبين يا أننا نكون الضحية وأننا نكون الليدر بعدين اخترنا أننا نكون الليدر الحين معنات أن أنا مع هاي الموقف على حسب الموقف وتأثيره في حياتي ثلاث طرق عندك ما لهم رابع بعد يا أن أنت تغير الموقف يا أن أنت تعالج الموقف يا أن أنت تتعايش معه بأفضل شيء من الزاوية التي تواقف فيها اليوم كورونا لازم نتعالج حدث عالمي ما قدر أنا غيره أولا ما قدر أطلع عنه أطلع وين أروح أطلع من كوكب الأرض ما فيه ما أقدر أعالجه لأن أنا مبمن الناس اللي عندي هذه الأطلع نانا عالجه فمعنات تبقى عندي أطلع واحد مبمن الحكمة ولا من الذكاء نانا طول الوقت أفكر في الباقي فلما آي أنا وأكون من ضمن جروبات سواء مجموعة فيرشوال على الواتساب ولا على الإنستجرام ولا على أي بلاتفورم ولا حتى شخصيا آي أنا عرض روحي لها لأمر أنا ما سويت يتعرض روحي لحدث لأخبار لكلمات تخصري كثرة كثرة الأخبار بالضبط تضعني في حالة نفسية تشني أنا مسؤول عن شيء لكني ليس مسؤول عنها أنا مسؤول عن حياتي خلالها يعني أنا أدير حياتي من خلال هذه الأزمة التي أضعت فيها كأنها تحدي كأنها تحدي أنت اليوم كنت تدير حياتك من منطلقة الحرية وأنك حر أنك تروح وتي اليوم أضعت في زاوية مختلفة تحديك كيف تدير حياتك أنت الشخصية من هذه الزاوية أنت شخصك كم عدد الناس التي تضررها حلو أنك تكون على علم الوائب الموضوع مهم للكل لكي أعرف كيف أستطيع أن أقرر يعني تقصرين لا نغوص وائد في الأخبار لا نغوص وائد عدد المصابين المتعافين الناس لا تنظر إلى البحرين بس تقول لك في إيطاليا الكثير في أمريكا ليس أمريكا في ولاية نيوجيرسي بعدين في المدينة الثانية لا أنا سأسألك بالضبط إذا أنت كنت باحث ويهمك أن لأن أنت تطلع علاج للموضوع غوص وابحث لكن إذا أنت كنت إنسان عادي مجرد تريد أن تشغل وقتك ما هو الأذكاء تشغل وقتك بأنا ما الذي يأهلني لحياة أفضل ما بعد كورونا لأن هناك كورونا هناك حياة عقب كورونا يعني انتمت أربع شهور خمسة شهور حتى انتمت سنة هناك حياة والفايز فيها الرابح بيكون الشخص اللي استعدى الحين شلون يستعدى الحين إنه يحافظ على توازنه إنه ما يتأثر لأن ترى هذه الأزمة بتطلع مشاكل بتطلع مشاكل نفسية بتطلع مشاكل عاطفية بتطلع مشاكل حتى على مستوى عملي إنك أنت معارف تتعامل مع الناس في العمل فهذه المرحلة هي فرصة يعني اللي نقال على مستوى الدول والاقتصاد بأن العالم قبل كورونا رح يختلف عن العالم ما بعد كورونا مليهم بالمية هل لازم كأشخاص أيضا يصير شخصيتنا وتوازننا النفسي سلوكياتنا ما قبل كورونا تختلف عن ما بعد كورونا يعني أنا أشوف البعض في حين أن البعض بدأ يصير سلبي وضغوطات نفسية رح نتكلم عنه في ناس آخرين بدأوا نموان قدرات يعني قاعد البعض يأخذ دروس في الرسم عن طريق الانلاين ناس قاعد 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 لغتها الإنجليزية في ناس قاعد تشوف المشاريع البسيطة كيف بدأت ومشاريع الصغيرة نعم نظرة تقول أنه ليس وقت للقيام بمشاريع جديدة نظرة تانية تقول هذي أفضل وقت لك تشوف احتياجات السوق ما بعد كورونا نعم كأفراد شون نستعد لمرحلة ما بعد كورونا أنا بسأل لك العالم هذه كلها مكونا من شون العالم كله باللي وصلنا للي اليوم كلها الاختراعات بكلها الاكتشافات وصلنا للي من خلال الأفراد الأفراد اللي قاعدوا وركزوا وشافه وشي ما كانت ناس تشوفه يعني كل إنسان بحثوا عن الفرص بحثوا عن الفرص بحثوا عن المختلف بحثوا عن شنو ممكن أنا أفضل طريقة أتعمل معاها في الوضع اللي أنا فيه العالم ما غير الوعي الجمعي ترى العالم ما غير الناس اللي لأنه في خوف يلا خلنا نخاف لأنه في حدث بصير مرعب خلنا كلنا نرتعب لا اللي غيره الواحد اللي وقف وقال لحظة صج فيه خوف بس كل منحة كل ما نحن فيها منحة كل وضع سيء فيه هدية خلنا أدور على الهدية هاي لغيرها والعالم ما الضرف نحن نكون نوس منهم حتى على المستوى شخصي يعني حياتك تستاهل ديرتك تستاهل أن أنت تقعد وتركز فيه أنا شون التغيير اللي أقدر أسهوي وما أنا أقدر أستعد لما بعد كورونا فنرجع ونقول موضوع التوازن النفسي موضوع الإيجابية الداخلية موضوع أن أنت تكون مالك أمر نفسك أي شيء تحس أنه ممكن يشتتك عن هاي الرؤية اللي هي شنو فيه لفرصة بعد كورونا لا تعرض نفسك لها موضوع شلون تحقق ذي التوازن يعني التوازن النفسي الآن فهمنا أهمية شلون نحققها يعني في الناس الآن تقضي في أسرها أوقات طويلة نعم المشاكل الأسرية قاعدة تزيد في حين أنه في ناس ما في نسب ما في دراسات يمكن بدأوا يعرفون بعض أكثر يمكن أن يتفاهم بدأ يكون بينهم لأن حلوا بعض مشاكلهم حسب نظرتهم وتوازنهم الشخصي شلون نحقق هذه التوازن الشخصي وشلون نعكسه على نفسنا على أسرنا المجتمع المحيط القريب أولا ومن ثم المجتمع طبعا ما في شيء يصير أوتوماتيك ما في شيء يصير تلقائي يعني الناس اللي استوات بينهم مشاكل وزادت المشاكل الأسرية ما صار شيء تلقائيا والناس اللي تعالجت أمورهم أكثر وقوة علاقاتهم على مستوى أسري على مستوى شخصي على مستوى زوجي بعد ما صار موضوع تلقائي كان فيه نواية للإصلاح كان فيه نواية أن أنا عارفك أكثر أنت معاي في البيت أنا ما كنت عارفك أكثر كانت تصير بيننا المشاكل ما يعرفون عدد العيال ما يعرفون عدد العيال كانت تصير بيننا مشاكل لأن أنا أصلا ما خذيت وقت أن أتعرف على لغتك في التواصل يعني إذا ممكن أذكر مثال أحد الأسر من بداية في البداية صارت بينهم موائد مشاكل لماذا؟ لأن كانوا قضيين الـ 12 سنة اللي بينهم هو بره وإهي بره وعاوشين حياتهم ويلتقون 12 سنة ما كان فيه حوار في بداية الأزمة تضررون يكون فيه حوار خلاص أموا مع بعض في البيت فاستوى زالت المشاكل يوم أحد الشخصين لا أقول المرأة أو ريال عشان ما أكون بايس ما أكون عنصرية يوم أحد الشخصين التفت لي أن هابتنا أنا أقعد تخيل أنه حلت المشاكل من عقب حوار مدتها أربع ساعات بين زوجين كانوا متزوجين 12 سنة ما عمرهم قاعدة نظرتهم نظرتهم لأنهم قرروا لأن أحد الطرفين قرروا أن خلقوا قاعدوا يمكن أن أتعامل معه بلغة هو لا يفهمها أصلا طول هذه السنين فهنا نقول هذه الفرصة أنت عاد كيف كيف تستغلها وكيف تستعملها كيف كلنا أفراد ودول مثل ما يقول بداية كورونا كانت مرحلة الصدمة نعم العالم كله ولذلك في دول لجأت إلى الإغلاق الكامل في البداية في دول لجأت إلى الانفتاح الكامل وكانت تتكلم عن مناعة القطيع وما إلى ذلك في دول ولله الحمد نحن في البحرين نحن متوازنين منذ البداية جدا بتوجيهات اللجنة العليا من يرأسها سيد سموية العهد التوازن وكان في خطة مرينة وما إلى ذلك هذا على مستوى الدول ونحن كرر اليوم حديثنا ليس عن الدول نعم كأفراد بعد ما شفنا هذه الحدث هو امتصينا الصدمة نعم لان ما هي سلوكياتنا يجب أن تتعامل في فترة العالم كله يتجي فيها نحو الانفتاح وتحمل المسولية الفردية كل شخص مسؤول عن حماية نفسه وآخر طبعا هو من المحزن جدا أن أنطر أحد يقول أنت مسؤول عن نفسك يعني هو هاي المفوض يكون الطبيعي في النهاية الدولة تسوي اللي تقدر عليه على مستوى عام على مستوى استراتيجيات وفوليسي وسياسات ونظم لكن أنا في النهاية بعد هذه وفي حيات الدولة وهي حياتي أنا جزء من الدولة ما حبي خاف علي وعلى أهلي أكثر مني ما حد لازم وغلط يعني لو أحد يقولي أنا عارف مصلحتك أكثر منك أنا فيني شي غلط لازم أنا أكثر إنسان أخاف على مصلحتي وعارف مصلحتي أكثر من أشياء أشياء وأحب نفسي أنا أحب الجماعة بالضبط أحب نفسي عشان أقدر أخذب الجماعة فشنو الأشياء اللي الواحد يقدر يسويها أول شي تذكر نفي حياة بعد كورونا شنو معناتها معناتها تذكر ننتلك رؤية كإنسان خاص كإنسان كفرد أنت عندك رؤية خاصة عندك أهداف خاصة خليك مرتبط فيهم بالإنجليز يقولون أن أكشن إنتي دوت تدس بير اللي هو الحركة وأنك تقوم بفعل ما شي يحميك من أنك تنزل في حالة من الاكتئاب اكتئاب أو أنك تحس أنت فاقد لحباط لحباط أو أنك أنت فاقد التحرير على حياتك تتحرك منتج خليك منتج تدخلين المطبخ بالطبخين تتذكر هواية قديمة تقوم بتتلون تترسم اللي تسوي المهم تتحرك الحركة يعني مو بركة بس شذيب اعتباطا لا أولا تخليك مشغول بشي محمن كان بسيط هو يبقى إيجابي ثانيا تخليك منشغل مع نفسك داخل يعني تلهيك عن المشتتات اللي هي بتأذيك وعلى فكرة بعد شم شهر هاي المعلومات كلها ما رح تكون مفيدة ولا رح تنفعك اللي بينفعك اللي انت ساويته خلال هالفترة اللي روحك شون انت عملت مع سلوكياتك نفسيتك سلوكياتك نفسيتك الناس اللي حوالينك حتى انت ذكرت نقطة النقطة ان تفتح بزنس يديد يمكن مو كل المجالات تكون أفضل مجال بس أكيد أكيد في مجالات رح تزدهر وتتلع من بعد كورونا ولكن لنا أصلا مهتم بالبزنس أو قادر لأن هذه بعد في امكانيات مو بالكل ولا تشان الكل في امكانية في رغبة في استعداد في وائد أشياء لكن كلنا نمتلك موهبة نعم نمتلك قدرة نعم نمتلك يمكن صفات مميزة كنا نسيناها مع زحمة الحياة هناك الكثير من الناس يقول لك قبل أن أعمل ونتزوج وعندما ترسل أو أنت أحبل أعزف أو أنت أطبخ أو أنت أطبخ أو غيره كيف يمكن أن نستفيد داخل هذا البيت أن نعيد هذه الجوانب التي كانت فينا وانفقدات نكتشفها جديد الفرص الممكنة تغيير السلوك تطوير القدرات كل هذه الأمور كيف يمكن أن نفعلها في هذه المرحلة هو الأصل في الأمر سامحني كنتم بشي لا تفضلي أبراً هو الأصل في الأمر أن أنا هذه الطبيعي أن أنا ملتفت لروحي ملتفت لمواهبي الأشياء التي أحبها قدرات لأن هذه اللي يعطي للحياة حياة ترى ليس اللي يعطي للحياة الركضة والكوفي شبات طول الوقت معنا نمو ضد هذه السلوك بشكل عام لكن ضد أنه يستهلك لي حياتي ضد أن أنا 70% من وقت أنا بره في المجمعات كان التوازن مطلوب في كورونا وفي غير زمن كورونا أنا هذا ما أقول نحن فشلنا في أن نسوي ريسة حياتنا يات الكورونا وجبارتنا فالفائز الرابح يكون اللي بيطلع منها شخص مختلف يتناسب مع نوعية الحياة ليبيها يعني مثلا تيني تشتكين طول الوقت اللي أنا مثلا أبي أطور شي معين في روحي لكن ما عندي وقت لماذا عندي وقت مشغولة بشنو مشغولة بالطلعة بالروحة بالردة الحين نحن كورونا وعلمت تشترى تقدرين وهذا عشنا كم شهر ما تغير فينا شي مو نفس الدرجة من الطلعة ولا حتى نص الوقت ما قمنا نروح صالونات مثل ما كنا نروح ما قمنا نقضي وقتنا برا لكن الحمد لله عايشين معنات أن أنت تقدر توصل لمرحلة بين البينين بس أقان أنت شلون تفكر فيها وشلون تديرها الأولويات الحقيقية لما احتاجها ما زالت موجودة ما تغيرت الباقي يمكن نظرة استهلاكية في جانب يمكن نمط حياة الجديدة المتسارعة رفاهية لكن الحياة الحقيقية الأولويات موجودة ما تغير أنه شيء البيت والله الحمد الأمن والأمان غالبيتنا ما زال محافظة على عمله والله الحمد كل هذه الأمور ما زالت موجودة نعم وبسل ما قلت السلوك الاستهلاكي كان كان دخيل بس قبلنا إلى حد ما ما المانع أننا حين نوصل لمرحلة متوازنة أنه أقضي وقت كفاية مع نفسي وقت كفاية مع أهلي وفي نفس الوقت أعتمد السلوك الاستهلاك الذي كنت أريد لكن الدرجة مختلفة لأن نعيد ترتيب أولوياتنا ما هو المهم في الحياة ما هو حقيقة الذي يعطي حياتي حياة هل ما كنت مارسه في السابق أم الأسلوب الحيال الذي أعتمدت كنت أرى دراسات وشخصي يتكلم عن الجوانب الاقتصادية الآن نعم كيف تتغير استهلاك نظرتك للاستهلاك نعم ويتكلم أيضا هذا الوقت مفيد جدا للي كان ينظر كثير من النظرة الاستهلاكية أن نعيد حسابات نعم لأن بالفعل الذي كنت تشتريه ليس لها تحتاجها نعم والذي كنت تركض وراءه وتخطط لانبوس وعشان أشتري أو ليس لها تحتاجها نعم في الأخير نرجعنا أن المسكن أيًا كان سواء كان عد فيلة كبيرة أو شقة صغيرة الأكل والمشرب اللباس المقبول نعم هذه الأولويات التي في كثير من الاقتصاديين يتكلمون أنه بعد كورونا يجب أن تغير نظرتنا لها نعم 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 هناك جزئية من هذه الحرم التي هي تحقيق الذات صار فيها لخبطة في فترة ما صارنا نعرف عن ذاتنا ونعرف عن نفسنا من خلال ما نملك من خلال أنا شنو لابسها شنو الماركة اللي علي شنو السيارة اللي أسوقها وكنا نعتقد أنه هي الشيء اللي يحقق لي ذاتي ويعطيني الوزن يعطيني القيمة صحيح اليوم هذه الأزمة هي أحدى الفرص العظيمة اللي تخليني أعيد تعريف هذه الجزئية من احتياجات الإنسانية يعني أنت لما تتوفر عندك الأساسيات اللي أنت ذكرت اللي هو البيت والمسكن والأكل أنت حققت أقل احتياج من الاحتياجات الإنسانية اللي رح يضمن لك حياة فقط فقط لكن إحنا موجودين في هاي العالم مو بس عشان نعيش ونتنفس وناكل عشان نحقق شيء معين نشارك نحقق ذاتنا من خلال المشاركة في صنع الإنسانية وصنع حياة أفضل وصنع عالم أفضل هذه الجزئية تتحقق من خلال رؤيتي الخاصة وأهدافي شنو أقدر أضيف في السابق قبل مرحلة كورونا للأسف جزء كبير من الناس كان يعرف عن أنه وصل هنا من خلال أشياء ظاهرية بس اللي ذكرتها من شوية هذهاتنا الفرصة حلنا تقول لك لا ترى ماذا يحتاج العالم ولا ترى ماذا تحتاج عشان تكون سعيد تحقق هذه الجزئية من هرم مزولة الاحتياجات تحتاج أنك تنظر في داخلك وترى أنا شنو أقدر أضيف للعالم وترى ماذا ترى لا يجب أن تخرع شيء ولا يجب أن تكتشف دولة الكورونا ممكن تكون أنت أفضل شخص يسوي سلعة معينة بسيطة تتخصص فيها من خلالها تفيد الناس تتبشيديد للدنيا وأنت تشعر بتحقيق الذات تسعى قدر المستطاع نعم يعني إحنا ردنا نكرر دائما بأن يعني الدول الآن أيضا ساعت إلى تغيير أولوياتها نعم أنا أتكلم عن الدول كمثال لكن تكيزنا على الأفراد نعم يعني الدول الآن تنظر أيضا أن أنا يجب أن يكون دوائي مصنى عندي هذه النظرة جديدة يعني لا يمكن الاستمرار فيه الاعتماد على الخارج أنا لازم يكون كل احتياجاتي الأساسية ضرورية من المفترض ما بعد كورونا أن الدول تتجه أيضا وهي حديث عالم أن تكون مصنى عندي ضمن تكتلات بسيطة أو في الدولة بحد ذاتها أنت يعني مكتفية بذاتها نعم مكتفي بياتها الإنسان أيضا يجب أن ينظر لذي الشي أن أنا قدراتي طاقاتي اعتمادي على نفسي يجب أن يتغير ما بعد كورونا نعم مثل ما قلنا أن هناك ناس ممكن تفتح لنفسها أبواب إيجابية نعم وهذا التوازن النفسي من هذه الجانب هناك ناس مع الأسف قد تخرج من أزمة كورونا بمشاكل نفسية نعم جدا وارد وهذه مثل ما نتمنى ما نتمنى ذي أيضا أن الناس تخرج على الأقل تصل التوازن اللي ما رح يطول نفسه لا يصل إلى أمرار نفسية على الأقل ما يتراجع بطاطة أو ما إلى ذلك شون يحمون نفسهم خاصة الناس هناك ناس أكتف يعني ما كانت تقدر في البيت ما كانت تقدر تتعيش من غير ما تملي فراغ يومها كله عمل دراسة زيارات أصدقاء نعم هواية اليوم يلاقي نفسه أنه هو شغل المطلوب أن يكون في البيت حتى في الشغل وحتى في الشغل في تباعد في عمل من المنزل فيما إلى ذلك شلون هذين يحمون نفسهم خاصة هذين اللي كانوا أكتب أنه ما يقع في يعني إحباطات أو تأثيرات نفسية سلبية نعم هو يعني الناس تختلف في طبايعها الناس تختلف في تركيباتها الشخصية ويعني سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل بني آدم فينا في لها طريقة يقدر يتعامل مع هذه الوضع بالطريقة اللي هي تناسبة بس تحتاج تكون شوية مبدع أكثر ما أقدر أعطي بالضبط نصايح لكل شخص بس أنا من الناس اللي أنا وايد أكتف يعني أنا حتى يعني حتى لقيت بتقيسني من ناحية نفسية أنا أكون في دائرة دائرة الناس اللي يعيشون ويأخذون طاقتهم من خلال التعامل مع الناس أنديت لأني عرفت شلون أحمي نفسي ويوجه طاقتي في الاتجاه الصحيح الحمد لله يعني نخلصنا اليوم أو خلصنا عقب شهر أنا ما عندي أي شكال عاشي حياتي بطريقة وفي مثلي وايد ناس بهذه الطريقة شلون مثل ما أنت قلت تعيد أولوياتك هل أنت هاي الركضة اللي كنت تركضها وطول الوقت بره فعلا أنت شي تحتاجه ولا كنت تهرب من شيء ما كنت تهرب من أنك تتلاقى مع نفسك ترى ويمكن هذا يكون يعني طرح نفسي عميق بس أنا وايد أتمنى أن الناس فعلا تلتفت له أكبر مشاكلنا الشخصية تكون نتيجة أننا ما نقدر نقعد مع نفسنا بس يعني وايد صعب أن أنا بس أقعد بروحي بدون لا أنشغل بإنستجرام بدون لا أنشغل بمحادثة مع شخص ما بدون لا أطلع ليش فيه شيء أنا خايفة أتواجه معه خلنا نطالع هاي الزاوية يبقى عندك الناس اللي لا ما عندهم مشاكل مع نفسهم مجرد كانوا يفضلون إن أهم دي انتراكت الحمد لله رب العالمين الكورونايات في زمن كل شيء متوفر مليون بلاتفورم تكنولوجيكلي نقدر حنا نتواصل معها عندك يعني أنا أريد نذكر أسماء لأني بلاتفورم لكن بس مو ديش في الدورة خبر كورونا لا 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 ديش في تسأل عن رابعك اللي لا تدري عنهم ديش في تدور لك على شيء يدد تسوي 24 ساعة بتطوف وبتحس أن أنت فعلا يعني فارق عود لما تتعي الصفح تقول فيه وايد يوم جدامي ولا فيه وايد حياة جدامي هذه بروحها ذي الفكرة تقول لك إذا أنت عندك خطة شلون ممكن تتقضي يومك ولا أن أنت متورط في هالوقت اللي عطاكي اليوم اللي يدد ما تتعيش تسوي فيه بس خلال بداية اليوم عندك يوم وايد متواهك فيه ولا عندك حياة وايد بتعيشها تبدأ هنا تخطيط من اهلي نحن نقول إلى الآن بما أن ما في دوء يعني نهائي لهذا المراد ما في إلى الآن اللقاح فيه دراسات تتكلم ربما صين تتحدث عن نهاية السنة أمريكا وبعض الدول تتكلم عن ربع الأخير من نهاية السنة قد لكن أغلبها يتحدث عن نص ثاني من السنة اليهية قصد أن صدق دي أنا ما عرفه لأد درجة يعني نحن حكم الشغل نعم اللي أقصد أن نحن متعايشين نعم والفترة قد ما تتجاوز 6 شهور بإذن الله وقد تصل إلى سنة لكن إن شاء الله سنتجاوزها جميعا لأن هذه الموضوع مطول نسبيا معنا غير فلسلوكياتنا حياة جديدة لأغلبنا ما كان يعيش بهذه الطريقة لو نبي نختم كلامنا الآن كيف نحقق هذا التوازن نحمي نفسنا من الأشياء السلبية نكون أقرب إلى الإيجابية قدر المستقبل نعم خفض الأصوات الداخلية وارفع الصوت الداخلي خفض الأصوات الخارجية وارفع الصوت الداخلي الأصوات الخارجية هي كل الأخبار اللي قاعدتيك كل الأشياء اللي أنت قاعد تشغل نفسك فيها ومتوديك ولا مكان رفع الصوت الداخلي دائما نفكر شنو فيلي ما بعد كورونا شنو أب بحياتي تكون ما بعد كورونا شنو أب بعلاقاتي تكون ما بعد كورونا يعني خل رؤيتك دائما جدامك باللي تب يتسوي تحط لك فيجين بورد بتكتب كتابة بتحط أهدافك اللي هو مجرد خلك مركز فوكس أون و تريلي ماتل شنو حققت شنو تب تحقق شنو تب تحقق يعني حاول تدرس نفسك ركز في المهم في هذه الفترة ركز في المهم شنو اللي بيكون مهمة بعد كورونا جميل أنا شاكل لك كل الشكر على ما تفضلت فيه شكر لك نكرر بأننا لازم نتعايش نعم نتعايش بشكل إيجابي ما نخسر أشياء مهمة أو شيء كان زين في نفسنا بالعكس نبحث عن أشياء جديدة نكسبة جديدة هذه مكلام نظري نحن قادرين عليه خلصنا من فترة الأولى الصدمة كلنا عارفين الحين شنو الأمور الاحترازية المطلوبة نعم تباعد كماما إلى ذلك نحن لازم نسمع عن كورونا ونقرأ عنها طول اليوم إذا ما كنت يعني من ضمن متخصص متخصص نعم ابحث عن أشياء جديدة كل الشكر والتقديم الله يخليك شكرا لك شكرا لك أيضا شكر لكم مشاهدينا على حصو المتابعة أتمنى لكم الصحة والسلام وننتقى على خير اشتركوا في القناة